السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ان شاء الله سوف نصاب هذا الحشي الفقانيه ديال الدار لان كنا صابنا بهذا الغر اسمه الطرفة ديال اللاطي ولكن مع الاسف قد يكلف جواكيما كتشوفو يدخلو من هالطيور وكي عشو تمو وكي سطعونا يعني كي بدو يخشخشوف في ذاك اللباش الدخلاني وكي يدروا الازعاج ذاك شي علش ان شاء الله وثاني حاجة كان خافو معاك كجيشتها كجي من هاتي جيها كان خافو ذاك الفجوة يبدو يدخل معاها معاها ميلة هكا كان خافو ذاك القطرة ديال الماء تبقى تمشي معاها وبدو يعمر تماما بالماء وحنا ماردين لوش لبالي انما كي قطرش لتحت ولكن خاص انتفادى وقاع هاد المشاكل سوف ترون معاها كيف سوف نصابوه كيف سوف ندروا واحد الكاش بالخشب سوف يدور على الدار كامل من هذه الجهة وحتى من الجهة القدام الخشب اللي استعملنا نوريه لكم الخشب هو هذا كما ترون معاها هذا هو اللي سوف ندروا كاش الفق غير هو سبغ سوق السبغة ديال للكونة اللي كيدين في الأسطح ورغم زيان لكن ما غيرتكم بتتحميل الخشب يعني من اللي ما ما كيدخش لي فضلت مديل البيض مهم باش عدي يجي المنظر بزيان ان شاء الله فاشوف في الأخير عدي يجي مزيان الخشب هدا عنده العرض ديال 17 سنتيم هنا 17 سنتيم والسمك ديال مجوشة السنتيم يمكن مجوشة السنتيم أولا جوجو شوية وحاجة أخرى اللي بات نقول لكم والتمن ديالو لأنه كمسة الأتمية صراحة ممكن نكرهم الكومش بالنسبة لهدا خديناها 25 درهم يعني 25 درهم المتتكون فيها 4 متر وشي 40 سنتيم هكاك غدي نحتاجو 4 أربعة باش هدي ندرو على يعني دار من ذاك القدام كامل طريقة اللي عدي نخدمو بها هو هادو بجوج هيتلقاوا يعني غدي يعطيونا واحدة هكا ما يمدير بحال هاد الشكل هدا باش غدي يكش هديك البلاسة يعني ما عش نديرو غير في الواجهة غدي نديرو الواجهة ومن الفوق يشد مزيان في الدار من السطح داك شيعل احنا دارنا 4 المهين ما غابش يدرو على الدك الجنب كامل ما انتم عادو تشوفوا انشاء الله فشعاله يجيو يخدمو وغادي تعرفو كيف هادي نديرو انشاء الله تشوفوا هاد الحاشية هادي هنا يا راه ما مفي نياش كنا صراحة نكملوه بذاك التويل بذاك البلاستيك ولكن ما عجبنيش ما غاديش يبان لمنظر ديالو زويل وفي نفس الوقت راه غالي يعني هنا يعدنا 3 مترو غادي نحتاجوا تقريبا غادي نحتاجوا 3 مترو و 3 مترو و 3 مترو لان غير مترو واحد كي سواء متحالية 3600 هي 180 درهم كي سواء 180 درهم وغادي نقضنا غير هاد الجهة يعني غادي يجي التويل غير من هاد الجهة والجهة الخرا غادي خصنا نديرو الخشب داك شعناش فكرنا نديرو خشب كامل يعني غادي يجي السعب ان بغادي يقطع هاد الطويل هاد على الحد ديالو باش نديرو داك الكاشت الخشب من هنا وكي ما قلتكم هاد يمشي الطرف الاخر الاسطح وهنا غادي نقطع واحد الوكوان باش غادي تجي الاخرى من هنا حتى هي غادي الاسطح يعني باش ميبقاش يدخلوا الطيور نهائيا لان راه محنونة يعني كي يديرو الصداع بزاف وصباح كيف يقونا بكري بكري أنا صراحة كان فيق ولكن راه كي يكون داك الازعاج ديرهم كيبقى وخشخشو في الدار مازر حتى اللور ان شاء الله هادي نديرو نفس الطريقة انا كي ما كتشوفو الساعب يرى جاو بدك يقطع هادك الشايط لي كان الشايط ديال ديالك التويل طبعا هاد الفينيس يوم دال الدار ما كناش بغي نديروها من قبل لانا كان مضروري حتى تنسها لي وكل شي يعني كان ديك الفكرة ديال التوسيع صراحة انفجات خلتنا من فينيوش ما عاد هاد الجنب هاد قلنا زعموش غادي تسدنا بزيان ولكن ما الاسف فاش قطعناه وخدمناه وسليمان وركبناه ما جاش الخشب قد هادك الفجوات والسبب اعلاش لانكنا واخدين الطرف ديال التويل هو اللي كان دلو به هادك التدريج ديال هادا يعني فالأرض يعني فاش كان بمنا نقطع الخشبة كنا كان نتراسيو علي هو لكن الفوق فاش كانوا كيركبو الكروات كي عفزو هادوك الكوديات فاش كي يجيو واسعين لموين ما عليش دابا ان شاء الله را غادي نصوب دك الشي وما غادي شي يبان نهائيا لان هادك الفجوة كانت تعطيها منظر خيب وف نفس الوقت واخدك شي كيدخلو الطيور لموين ماناي كما كتشفو خدا سليما واحد الخشبة غير باش يكمل بها الجيهة اللي زينا فيها توسيع خاص باش يجيو فنفس النيفو قبل الفينيسيون هانتو ما غادي تشوفوا البلاصة فين يعني هاد البلاصة اللي كنا زينا كان ضروري خصوم يزيدوا واحد الخشبة بحال هكا باش يشدع لها هادك الكاش في الاخير ويجي زعبه مزيال ويبقاش هابطه هوا صافي المهم كما كنتشو هنا را كي يخدموا طبعا هاد لاط عرص هادي راحتها هي نفس الشيء غادي نديروه هلا ان شاء الله غير نجيبو الخشب هنا يا را كيم ما كنت لكم تيركبو خشباتها وما كيبان ولكم غير هو لقينا واحد الخطأ كان وقع فيه سليما وهو خشبة جاب غير ربعة احنا يا كنا غنجيبو ربعة يعني واحد فيه سومك 4 سنتيم وغانيتشرحو ذاك شيعلش درنا 4 الخشبات فاجاب هادو ما فيهمش السومك دينا 4 سنتيم جاب غير ربعة ما درش دوبل تمانية ذاك شيعلش ذاك الفوق را درنا خشب اللي موجود عندنا يعني بحال هادا اللي رحنا درنا في هاد الجهة ماشي عريض بزاف ولكن معليش المهم راها فشكت شد الخشبة وحدة مع وحدة كنركبوهم انا بخدم شكاح معهم هم اللي خدمو كيركبوهم بها الطريقة هادي وعاد كيديروهم بحال الكاش وغادي تشد من الجناب ومن الفوق باش غادي يسد ديك الحاشية كاملة بالنسبة لهاد البلايسة هادي هي اللي يلقوا فيها شوية يعني تعكال مشي مشاكل ولكن غيرها لانه غادي تخصى تقطع مائلة غادي تمشي مائلة من هنا ومائلة من جهة الخورة ذاك الشيعلش انا را كتشوف شد ديك الحصاب كنشر حلو كيفاش يديرو لحقاش انا كيباليها حيت من التحت وما من الفوق صعيب لهم بزاف كيديرو لانه سيعب نبي رشاد الخشبة لانه طويلة تبارك الله وتقيلة مسلمان خصويا اخذ العبار عليها وحاجة اخرى خص القياد دي الخشب اللي من الفوق مقطعناه مش بالدياجونال كان ضروري خصوين قص وحدة فيهم هاكا باش الخرا دخل فوحدة فوحدة باش يسدهم زيان باش حيت ان شاء الله هندوز عليهم الكولة يعني هاد السبغة دي الكولة فاش كتعمر لي جواهية ما كتخلي لا قطرة دوز لاوالو كيما كلكم هي اللي كتستعمل في الاسطح داكشي علاش راها مخيرة ما كتخليش لا قطرة دوز وكيما كلكم را كتحمي حتى الخشب كشيباش راعلاج سبغتهم من الفوق يعني من المجناب ويعني من الواجهة دي لهم صافي دابا غادي يدوزو يحطوا واحد الخشبة باش ياخدوا بها العبارة هذي اللي كانوا كي يقيسوا بها لاش لانها قصيرة ويقدر يشدها واحد ماشي بحال فاش يخدموا بجوجهم المهم في الاخير دابا فاش عارفو شحال خاصهم يخرجوا الخشبة صافي غادي يدوزو باش يفيك سيوها هي اللولا كيما كتشوفو راحنا عدنا طول دابا سبعة متر وديال طول يعني خشبة واحدة فيها ربعة متر وواربعين را ما كافيش داكشية لاش كان ضروري يزيلوا لقموها بواحدة اخرى المهم الحمدلله فاش كملوا هاد الجيهة هادي وركبوها ما كنبش عليكم حسيت بواحد الارتياح من داكشية رفاعي يعني الضارة عادة ولات ان شاء الله عدي تبدا تبان فاش غادي نسبغها وكيما بلكمرا ما ما زال عندي الفكرة دير هاد الزنك نكاموفلي وحتي لما قديناش نغطيوه كامل ما يبقاش قاعبين لانا ما بقيتش حاملة نشوف الزنك صراحة خصوصا ماشي بحل برا الناس اللي عايشين على برا راهم شايفينو كيديرو فسقوفة كيديرو بيهقا الضيور كاملين ولكن احنا مع الاسف يعني كيشوف الزنك كيقولوك براكا وخايكون مزيان وخايكون مسبوغ لما يمكاس بقا ديك الفكرة ديال انا يعني الزنك رامتي يبنيو بغير البرارك دكش يعني شانون ما كراش ما كراش نغطيو الحيط ولكن على حسب الامكانيات اللي عندنا إلا ما قديناش خادي نشوف بشي فكرة باش غن كاموفليه ما يبقاش باين نهائيا باللي راه الفورما ديال الزلق ما عليناش لموهيم كيما كاتشوف ورا حطوك كيما قلتلكم الخشبة في الاخير بالنسبة للعبار ديال هات الجهة الخرى اللي علي صار انا غير استيميتها اشتغل من البعد وقلت لهم مرة هدا هو القيس اللي اخسكم واحد اربعة سنتيم غادي تقطعوها صاف يقطعوها والاخرى راه تراصوها على الجهة ديالها وموهيم تقطعت وركب هات الشي الحمد لله اوكي ما كاتشوفوه مبعد اما كملو هاداك الكادراجة بحل هكا طبعا لا علاقة من قبل يعني راكي الفرق الحمد لله باقي لي صباعة صراحة نتقاس واحد شي شوية الفوق فاش كانوا كيركبوا ذاك شي لانا مباش تركبلو من الخشبة ولكن مباش نصبغ حتى نديروا واحد شبكة هنا يا ونقادو ذاك شي ان شاء الله غادي تتبع منات الشي مستقبلا لانا كانت دخل شتا وبغينا نسدو هات القدام لانا كانت تكرفسوا بزاف وصباط نتيف زقو ذاك شي ان شاء الله غادي تشوفوه معانا الحمد لله المهم لفكرة جات مزيانة كي باقلكم هاداك الكادراجة للفوق كي تتبعوا بشكل مزيانة وكي تتبعوا بشكل مزيانة من بعد اللي بغي يزيد حزارة كي يزيدها بالنسبة لكي ما قلت لكم زنق هو اللي مازال كان قولاو نعودها مزعيج المنظر ديالو خاصا غافاش كتحس شتكيبا هكا مرقع ما كيعجبنيش المهم كل شي ان شاء الله لتقد حاجة بحاجة اللي وصلت وقيتها سبحان الله راكت تقد يوات الشي اللي كين مازالت ادكتوه ان شاء الله سبغوا بش يولي لون واحد وكي ما لحتو را كان نقري هاداك الفوق وسبغناه كتجربة بهادي السبغة ديالا الكولة اه إلا كانت يفي كاسر سبغوا يولي اللون ديالو كامل بحال بحال المهم الحمد لله هاد شي غادي وتي تقد وحدة وحدة بحدنا مستقرين هنا يا ان شاء الله غادي نقدو الحاجة اللي وصلت وقتارة غادي تقد ان شاء الله حكذا الكتار لطرس هادية تشار القتلى الشبكة اللي نحاولو نقدوه وهات شي اللي كين المهم اللي عجبكم الفيديو كانت منك كما قلت لكم تخليونا ذاك اللايك واحد الاخت قلت لي وقعت كتبي فضلا وليس امران والله ما كان امرت شي واحد انا غير اه اكم معارفين قا ما كان بغيش نقول ديرو ديك اللايك ولكن مليش فتأن الناس بزرتي يطلبوها على اساس باش يتافيش والفيديوهات للناس خوري كانت منها تكون هادية المساهمة ديالكم معنا اه وشكرا لكم بزاف دائما انا را كلمكم زوين دائما كي شجعنا وتهلا ولي فرسكم ونتلقوا ان شاء الله في الفيديو المقبل بحول الله تهلا ولي فرسكم انا نعود تهلا ولي فرسكم ما يمقى غير كاتهلا ولي فرسكم سلافالك